موسيقى ولأنه التقرير صبعني وقال كتير جدا في الكلام عن فنان بقيمة تساع كل الأزمنة والأجيال اللي هو كان جزء حقيقي وأصيل منها ولأنه التقرير كمان سبق وقال كتير عن المعلومات قد إيه الفنان الكبير سامي مغوري اللي منورنا النهاردة واحد من الفنانين اللي ما تقدرش تقول أنه فنان من الزمن الجميل الحقيقة هو على طول جميل هو في كل الأزمن قادر أنه يقدم لك محتوى مهم وقيم بدءا من المسرح المسرح القومي اللي هو كان أحد رموزه وأبطاله على مدار سنوات طويلة ومازال ومرورا بالأعمال الدرامية وبالسينما ووصولا إلى أنه بقى فنان يصلح جدا لأننا نشوفه كشباب كمان الأطفال يحبوه ده نوع تاني من الموهبة تقدر تقول أنه الفن يخليك تحس أنه هذه الشخصيات أو هؤلاء الفنانين يبقوا جزء من عيلتك يبقوا حد لما تشوفه تحسه مش غريب عنك فإحنا النهاردة متشرفين ومبسوطين أنه معنا حد من العيلة اللي تربينا على فنه وعلى كل ما قدمه للفن المصري على مدار استنين وبالمناسبة هو طلع بجد حد من العيلة احنا اكتشفنا الحكاية دي طلع يعني حسين محظوظ أنه الفنان سامي مغوري خالي حسين يا جماعة مباشرة دي حقيقة خالي طبعا مشرفنا وإن كان والله ما كنتش أعرف فعلا أنه هو هشرفنا لأنه أنا اكتشفت بالصدفة ده احنا نحبك أنا بتيزي لحبك أكتر والحقيقة يعني ما نقدرش نقول منك غير الشاشة هترفتنا أنا بشكركم جدا وبشكركم على التقدمة الجميلة دي وبشكركم أنه انتو خلتوني أشوف حسام بلهاتهم نصنا ما شوفتوش عاشد الكورونا والتباعد قدر الإمكان منور يا سيد سامي الله يخليك عبيب أولا مبروك على اللعبة في نجاح كبير مبارح كمان الفنان نجب الشيكو كان كاتب تحياة خاصة ما كانوش مصدقين يعني لدود الأفعال وشكر للشخصية بسيوني الملط بسيوني الملط حتى في ناس كتير دلوقتي بتنادي كريم ابني يقولوله يا ابن الملط كريم الملط وكده في الحقيقة يعني أنا اللي عايزة أشكرهم يعني هشام وشيكو اللي اتنين يعني نجوم كوميديانات عايزة أقول إيه إنهم يعني إيه سوبر أخلاق و سوبر أدب و سوبر فن و سوبر ثقافة كل حاجة كل حاجة جميلة فيهم طبعا القائد الأعظم بتاعنا معتز التوني مفيش كلام ده راجل السهل الممتنع اللي يستطيعن نحط الممثل دايما في درجة اللاقة فنية كبيرة جدا الكاست بقى اللي موجود معنا طبعا كل الناس عرفه من غير مظهور أسامي طبعا كل واحد فيهم يعني عمل شيء رائع جدا أنا وسطهم حب أوحش إزاي يعني لا هو أنت حضرك ما مفهش تبقى أوحش يعني مبروك لهم و مبروك للناس من المسلسل تحقيقا أنا بس عايزة أبتدي برضو من اللعبة واسمح لي حضرتك أسألك وأخذ بس جملة من كلامك لو حضرتك قلت إنه اللي أقل فنين ينفع نقول إنه فيه فنان لايق قوي على المسرح فنانين مسرح القومي حين طول عمرنا يعني نعرف إنه ليه طريقة كده في الأداء وراجل جد وبيقدم أعمال كبيرة ومهمة فكرة اللياقة اللي لدرجة إنه نشوفه في أعمال تراجدي نصدق ونشوفه في أعمال كوميدي نسخ سخ بتعملوها إزاي أو هل القدر ده من اللياقة متاح لكل الفنانين؟ يمكن بس ما عندهمش الحظ إنهم يعملوا الحاجات المتنوعة اللي أنا عملتها بس هو يمكن أنا علشان إشارتت مصرح كتير قوي وما ارتبطتش بمصرح واحد يعني أنا بديت حياتي الفنية بمصرح الطليع فمصرح الطليع ده كان بيخلينا كل مصرحيين نعمل رواية الكاتب عالمي أو كاتب مصري محلي فأنا بتنوع ما بقاش استنبا واحدة يعني مش ممثل الشخصية الوحدة أو الدور الوحد اشتغلت للطليعة اشتغلت للقوم اشتغلت لمصرح الأطفال اشتغلت عروض لمصرح الحديث اشتغلت عروض لمصرح العرائس والغرفة المصرح العرائس الغرفة فأنا اشتغلت في جميع الرواية كنت مطلوب وبطلب في جميع أشكال المصرح فتشكلت يعني حقول ايه ده حظ وكنت بشتغل على نفس بقى في الوقت ده يعني لما اعمل مصرحي في مصرح الغرفة غير المصرح القومي أداء المصرح القومي يختلف على أداء الطليعة غير الغرفة غير الحجام سعلا المسارح تختلف في أداءها ولا الأعمال الدرامية نفسها بيبقى فيه ضرورة تحتم عليك طريقة الأداء وشكل الأداء كم على المصرحي يا أستاذ سيد حوالي مية واربعة مية واربعة كتير قوي نحد يعني ما تهياري مش كل الناس تقدر تقدم على الكام من المصرح طبعا أنا تعينت في سبتمبر 1982 خرجت معاش سنة 11 بس بمزاجي في العين خرجت معاش بمزاجي سنة 11 عملت مية واربعة مصرحية لمصرح الدولة أنا كنت عاشق لمصرح الدولة وكنت مدمن زي ما كان الأستاذ أحمد خليل دايما يقول لي يا سامي أنت مدمن مصرح شوف نفسك شوية أنت ريح من المصرح شوية المصرح معروف أنه من أكثر أنواع الفن إرهاقة جسدية لازم تتشاف في السنة وتشاف في الفيديو والحاجات دي كلها وفعل أبدا دي تسمع كلامه بس أنا كنت محب الحكاية دي لأن أنا من يام الجامعة إحنا كنا جروب كده أو فريق ملتزم شوية بقى ظهر الوطن وهمومه وحكاياته ورواياته فبنعمل حاجة اسمها القوافل الفنية فنسافر نروح الأقاليم ونروح القورة والروح السعيد والروح وجه بحل حتى الجابهة يعني وإحنا الطلبة كنا بروح في حاجة اسمها قوافل خدمة الجابهة نقدم عروض للجنود والزباط في ملاجئة تحت الأرض وبعد الحرب مباشرة كنا بنروح وعدينا القنال وقدمنا عروض في السويس هول اسمعالي يومور سعيد فكنت بشوف الناس ودرجة استقبال الناس لنا وحبهم في عينيهم دي لأ مصلحة الفنان المسرحي يحب المسرح أكتر إحنا رحنا يا فندي المسرح وصلنا للوحات وصلنا للوحات وإحنا طلبة في الجامعة وكنا بنعمل المسرح على الرملة والخشب اللي جايبينه والسلوفان والمودات تولع بينا فيبقى فيه إصرار أكتر أن احنا نعمل مسرح والناس قاعدة مفترشة الأرض فدي حاجات تشكلتم حالك اشتغلتين كم مع ملقة المسرح يعني متهيقلي أهم المخرجين وأهم من وقفوا على خشوة المسرح في الثلاثين أربعين سالأخير حالك اشتركت معاهم متهيقلي وكمان يمكن حضرني موقف قريب أنا افتكرت لما حضرت أهلا يا بكوات وطبعا رحيل الفنان الكبير عزة العليلي وقدمتهم دور تاريخها على مصر أهلا يا بكوات واحد واثنين مع عرضة تفتكر يعني فنان الكبير وعزة العلي وكان لقاء مهم كمان والفنان الكبير حسين فهم يعني الأساسة الكبار دول هو عارف قيمته أنه كبير ولذلك كل سلوكه وتصرفاته تصرفات الكبار هو عارف أنه كبير فبيجتهد عشان هو وصل لمكانه ما وصل لهاش بسهولة يعني الجيل ده بالذات ما وصلش للنجومية دي بسهولة ده وصل بعد كفاح ومعاناة وبعد تدريب وتعليم واحترام من الكبار اللي سبقوه وبالتالي تحولوا إلى كبار فعلا ومعلمين في نفس الوقت الناس دي كانت بتعلمنا من غير ما يقول لنا اعمل وساوز لا كانوا بيعلمونا الأدب والالتزام وازا يكتهد وازا يحفظ وازا يزاكر الدور وازا بقى روح الجروب أو روح المجموعة هي المسيطرة علي مش الأنانية الفردية دي تعلمتهم ناس كتير جدا يعني أنا بعتبر نفسي واحد من المحظوظين أنا شغلت مع لارحم ومحمود الميليجي سيدة أمينة رز أستاذ عزة العليلي أستاذ صلاح السعداني ربنا أدي له الصحة أستاذ محمود عبد العزيز هذا أقول كل دول أستاذ يحل فخراني الدكتور يحل فخراني كل دول فكنت برائب في الأول وأنا صغير كنت برائب سلوك هؤلاء الناس بتصرفوا إزاي فبتصرفوا تصرفاتها الكبار اشتغلت إذاعة وأنا عندي سبع سنين في تمثيلة إذاعية كان بطلها الأستاذ صلاح منصور والسيدة زوزو نبيل والأستاذ دكتور نابليل ألفي أشوفت أداء حصل برودي طبعا يقال بقى وأنا عارف الكواليز دي شو عشان شو عيد غش استغلت معلومات العائلة أه استغلت الخلان والخلات عشان يقول لي أنت كنت نسوي أنت عندك سبع السوحة بتبشي في البيت بعصاية كده وخطه على التخاب وتعمل أدوار مع نفسك ده هي ويقال إن الجد كان أحيانا بيعنيفك شوية بيزعق لي أيو لأستاذ بعمل دوشة أه وكان في زمن في أغلب الأحياء بتاعتنا كان فيه حاجة اسمها السنم الصيفي فكنا نزور بعض العائلات والقرايب اللي هم عندهم بلكونات بتطلع السنم الصيفي فبلاوات نتعشع مع بعض ونتفرج عن الفيلم بالبلكونات فالحكاية استهوتني جدا أنا صغير بقى فأروح تاني يوم الصبح أجيب عصاية مقاشة وأي عصاية في البيت وقعد أمسك ومسك معرفش بقول إيه لكن بقول جمل اللي شافني بقى وقفاشني خالي قال الله يرحمه قاله أستاذ أحباد زكي المخرج كان وكيل وزارة الثقافة ومخرج بالبيت الفن المسرح خادني قال لي أنت بتحب التمثيل قلت له قال لي أنت بتعلمها خادني وداني الإزاعة أول تمثيلية إزاعية أخشها أنا ما بعرفش قرا عندي سبع سنين لسه صغير فجابوا لي مدرس لغة عربية بيحفزني المسامعة وبعدين يغمزني أما الفلاشة الحامرة تنور عشان أقول كلامي فأبدأ أقول أروح البيت بابا يسألني مين كان معك في التمثيل أقول له مش عارف يقول لي إزاي مين كان معك في التمثيل أقول له والله يا بابا ما أنا عارف ناس كبار كده أستنى بقى اليوم الخميس كان يوم الخميس بيجيبوا الفيلم أو الصهرة في الإزاعة فراديو كبير كده في البيت خشب يمكن في بيوتنا القديمة أو بتدبعها أنت كاد دلوقتي الراديو ده على رف كبير عشان ما حد يشعروا يلعب شوية كل شوية غير المحطة أنت كل شوية غير المحطة ما هم محططين هو كان في حاجة كان البرنامج العام وكان صوت العرب وبعدين بعد كده ظهرت حاجة اسمها إزاعة الشعب وابتدت الإزاعة المتخصصة بتدور على دورك أو على المسلسل اللي أنت شاركت أنا بقى مش عارف من اللي بيمثل معي فما جت أول تمثيلها في تاريخ حياتة زاعة لما وذيعت فبابا بقى يقول لي إيه ده صلاح منصور ده حسن البرودي ده زوزو نبيل ده نبيل الألف فاكتشفت ابتديت أعرف الناس دي أنه واقف قدام صرور والقا عماليقة وأنا عايل بشرطة حط له سنديق بيب سواف عليه الله حضرتك قلت كم جملة مفتاحية يعني بالنسبة لي أنا شخصيا لما قلت أنه علمونا أخلاق الكبار وأنه المسرح ليه تأثير أو سحر خاص عند أي حد بيمتهن التمثيل على المسرح ما ينفعش أن ننقل من المسرح للسينما من غير ما نسأل حضرتك عن هو إحنا أين ذهب المسرح وهل المسرح المصري تحديدا اختفى بسبب تطور التكنولوجي والأدوات الأخرى للتواصل ولا إحنا عندنا أسباب تانية وتأثير تانية من عندنا شوفي حقول حضرتك المسرح حصل له هزة شوية مسرح مصري عموما في أواخر التمانينيات والتسانيات أو أواخر التسانيات وأوائل الألفينيات لأن كان فيه جيل كبير جدا من المسرحين ابتدى يبعد عن المسرح لأن المسرح بيدي قيمة تاريخية أو قيمة أدبية لكن مسرح ما بديش فلوس تعيش الناس فابتدى يظهر في وقتنا في التمانينيات للمسلسلات اللي كانت بتصور في الدول العربية فكله كان بيجري على المسلسلات المسرح كانت الناس قول أنا رايح نهاردة نشوف المسرح القومي مش مهم مين أبطاله لأنه معروف أبطاله مين كان المسرح هو البطل المسرح هو البطل في المقام الأول وبعدين نبدأ نقول بقى أنا شفت سامحة شفت عبدالله غيس شفت 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 كان كل مسرح له شخصيته المستقلة والكارزمة بتاعته فالمسرح ضيعف جدا 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 لكن أنا شايف أن من بعد يعني مثلا العشر سنين الأخرين المسرح ابتدى دوره يزيد أكتر وتطور بالشباب عروض شبابية كتير حقيقة وابتدى هذا النوع من المسرح ينتشر جدا وشباك التذاكر يعني أقولك ممتلئ برغم أن ما فيش نجوم إنما الشباب دول بيخرجوا من على خشب المسرح نجوم ليه بقى؟ يعني معلش إحنا زهننا توقف شوية عند حتة إيه؟ قص ما فيش فلانة قص ما فيش علانة لا الدنيا بتتطور يعني أنا ما فيش سامة غوري غاب مات عيان ما بيشتغلش يبقى فيه غيره يبقى فيه الشباب تانية لازم تشتغل وتطلع فكرة إنه حالة المسرح تبقى هي البطل ولا المحتوى ولا اللي بيتقدم على المسرح اللي اتنين ها ما أنا مش هجيلك تاني اتفرج عليك لو المحتوى ضعيف بس المحتوى بيبقى قاوب مين بالشباب هم دول النهاردة اللي قادرين إحنا يا ما في شبابي أسمع اللجان المسرح وحنصلح المسرح إزاي ونعمل إيف المسرح وليجان تنبسق على اللجان مسرح لما تطور إلا ما الشباب ابتدى يشتغل هم وبقى فيه تجارب جديدة هي نفسها تتطور تجارب جديدة والشباب جديد وناس جديدة وابتدى المسرح بقرش كومبليل كان مسرح الدولة كان مسرح التطاع الخاص أليست مخلص المسرحية أو إحنا متوقفين يعني بسبب كورونا أنا مندهش على أن الناس بتيجي بهذا الحد كل الناس حب المسرح دلوقتي صحب تعلاج دي والمصباح الساحل صحب مع النجمة أحمد عز ونجمة رحمت تمام أمش عايز أقول إسمع عشان ما تقولونيش دعاية لا لا عادي دعا المسرحي موجود فالجمهور بيجي بشكل وكل الأجيال والأعمار يعني أسرة النهاردة بتخش المسرح الأب والإبل والأحفاد وكلهم بتفرجوا ومع ذلك مازال كبار النجوم يعني مش بنفس الكثافة لحلاج زكارتاي ممكن في التمانيات والتسعينات يعني أصبح الموضوع مقتصر برضو على الشباب بشكل أكبر يعني كبار النجوم خلاص ببقى وش يقدمه مسرح زي ما كان زماج كنا بنشوف مسرح عادل إمام ومسرح محمد النجم ومكت مجموعة مسارح اسكندرية كلها شغالة مسرح القائرة معادش فيه الزخم الكبير ده أول عروض حتى الكتير للأسف صح؟ أكيد طبعا ما فيه نجوم كتير جدا من اللي كانت الناس بتروح لهم وتقطع تذكرة مش موجودين في الدنيا النهاردة يا ربنا أفتكرهم فالناس بس محتاجة وقت شوية على أنها إيه تفرز نجومها الجداد وإحنا شوفنا تجارة مسحية كتيرة جدا نجحة وبقى من نجوم في الميديا النهاردة ونجومها في الفيديو طيب سبحاني نكمل معاك الحوار بس هنروح فصل سريع وطبعا لسه محطات كتير عايزين أتوقف عن ده وأنا لسه عندي شوية كتواليس كده برضو هنكوشك بي لا أريد أن أدرس الشبه بس في الفصل أنا أدرس الشبه ما بين حسام واستسامي بغدر بعد فصل لسه مكملين مع نجم كبير ونجم جوكر كل زمان زي ما التقرير قال عنه أستاذ سامي مغوري كنا متكلم عن المصرح وصحبش قادرين يسيب التكلم عن المصرح فسؤال أخيرا احنا غيرانين من جيلكو بصراحة احنا شايفين أنه لأ حضرتك بتقول لنا كلام جميل ولطيف ويعني مش عاوز تزعلنا احنا نفسنا الجيل بتاعنا أنا شخصية مش عارف يا حسام أنا مفتكرش أنا في حياتي رحت مصرح أكتر من مرتين ثلاثة في كل فترة ما أنا كنت طفلة الأجيال اللي سبقتنا ما كانتش كده ينفع احنا نرجع في خطوة ممكن ترجع الوضع الحالي للمصرح بما هو عليه يمكن تصنيفه أنه مصرح أسرة ويرجع العائلات تانية ويرجع في المحاولات الجديدة مصرح مصر دار الأوبرا بتقدم برضو مركز الإبداع يقدم ويرجع في التجارب الشابة جديدة هل ممكن تكون سبيل لإعادة أنتو زن إني بس هو أنا مقدرش أحط كل الأنواع دي من المسارح في سلة واحدة يعني تقييمهم العلمي أو الفني مغزايا بعض يعني ما أقول مركز الإبداع ده حالة خاصة حالة خاصة جدا ومتميزة جدا 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 لأن هما بيشتغلوا بأسلوب الورشة بيعودوا فترة تدريب تدريب مدة طويلة فترة بتثقفوا فيها وبدرسوا فيها وبيذكروا فيها وبتعلموا فيها وبيعملوا الورشة اللي هي نتاج مشروع التخرج بتاعهم يعني مقدرش أظلم مصرح مصر مصرح مصرح قام على فكرة التجارية وبعدين مصرح مصرح حالة خاصة من من إبداع الضحك يعني مقدرش أقول مثلا بالمفهوم العلمي أن مصرح مصرح ده مصرح لكن بالمفهوم التجاري مصرح نجح جدا بدليل ما هو برضو حضرتك يعني مقدرش أقول إيه أن في الخمسينيات والستينيات وقبل كده كان فيه المصرح قوي بس أو مصرح الطليع بس لكن فيه فرق طاقص برضو كتيرة وانا يعني حضرت أجزاء بس كنت بروح الشغل ما مهمشي كانت قايمة على الضحك والإضحك بس وكانت بتعمل الأرش كومبلي المصرح دي كان حظها كويس إنها اتصورت وخرج منهم أجيال وبالتالي مصرح مصر اتصورت وخرج منهم أجيال إحنا بقى المسارح اللي شغلنا فيها والقطاعات اللي شغلنا فيها ما صورتش فما خرجوش أجيال تواصل نحن بنقرأ عن أعمال حدوتك اللي عملتها أنا ما وصلت لناش إحنا للأسف الأعمال المصرحي دي ما جات لناش لكن أقدر أقول دلوقت فيه البيت الفان المصرح بيقدم أعمال كويسة جدا 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 وفيه اجتهدات هايلا مركز الإبداع مصرح مصر برغم أن فيه ناس كتير يعني بتزعل منه هقول تاني مش بالمصر لا وفيه كتدغر أنه لكن ده مصرح ناجه جماهيريا وأسريا لأن إيه ما بيخدش الحياة يعني فيه فترة أنا عاشتها في التسعينيات كده كان المصرح شبه المصرح السياحي يعني مطرب شعبي غني ورقصة مش رقاصة يعني عشان نقوله على مصقف وأي شوية إفهات وناس وقفة تقول إفهات بس هدي المصرحة وكان بيرحلهم ناس جمهور فيه الفرق المستقلة لوقت شغالة كويس جدا وليها جمهورها لكن يا فستامي في نقطة المصرح حديدا في الحتة دي يعني بعض النقاد وكان بيقولوا أنه المصرح مش بجرد أنا بقف أدحك فقط أو بقدم سكيتش كوميدي وكده أنا بكلم بشكل عام طبعا لكن المصرح ده إحنا لازم تكون أملاق على المصرح يعني مش بس تقدر 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 الكوميدي تقدر تقدر كمان التراجدي الروايات العالمية تقدر تكلم بالفصحة بشكل قوي زي الروايات الحركة قدمتها وغيرنا من الكبار مش كل ده بيعرف حتى يعملوا الشباب الجديد يعني الكواليس يعني أنت عندك مكتبة ضخمة وعبلاقة كنا بنسرق منها كتب زمان فكانت بشوف الممثل إزاي لازم يقى مطلع على الرواية العالمية على كتب التاريخ كتب الفلسفة ده مش موجود بهذه الصورة بالتهيئة لدلوقتي يعني مقدرش أقول ما هنا بقى يعني إيه مش عايزين زلمهم ومش لازم كلهم ومش عايز يعني إزعلها لا والله أصل العصر غير العصر والزمن غير الزمن يا دلوقتي أنا كنت عشان أوصل لمعلومة لازم أروح للمكتبة ودور لو مش في المكتبة في البيت عندي أروح للمكتبة العامة أجيب أدور وإنت فاكر الحكاية دي كنت بتروح المكاتب والمكتبات وتدور على الكتب إنما النهاردة الولد هيدوس على زرارين هيدخل على جوجل هجيب أي معلومات هو عوزها فمش محتاج وبعدين الدنيا متنوعة زي الفاكهة ما في برطقان والأول طبعا نايزة سألحرك عن تنوع جديد كمان أو لون جديد من ألوان الفن اللي بيقدمها أستاذ سامي مغاوري ودور الجراند بقى مستمتع به مستمتع بالمرحلة السنية دي بالمشاركة مع نجوم كوميديا شباب وحادتك طول الوقت الأكبر سنا واللي مش دايما الأكثر جدية لكن أحيانا اللي بيدحك أكثر لطيفة؟ جدا بحبهم قوي وبحب أشغل معهم برغم الناس كتير بتبقى يعني اشتغلت في أعمال كتير الناس بتبقى متحفزة على الممثلين دول لكن أنا بستمتع بيهم شخصيا قصده جيل لازم أتواصل معاه أعرفه أفهمه أشوف أحلامه أماله هو يعني الراجل ما طلعش بيهرجه بس لو كان فيه في المدرسة مكتبة زينا كان يمكن الأمور تغرق لو كان المدرسة في ابتداء أو إعداد أو سانوي بيهتموا قوي بالمصرح المدرسي كنا شفنا تنوع وزخم في التنوع أنا ما شفتش فأنا بسمع مين من النجوم الشباب حركت حبيت الشغل معاه أو عندك معاه كواليس خاصة خاصة من دول الجراند الحرك ظهرت كتير من الأفلام الكوميديا ومع معظم كمان نجوم الكوميديا ونجوم الشباب بشكل الجيل الوسط الواجه اللي هاني رمزي وهانيدي وسعد بحبهم جداً بحب الشغل معهم نقد انكش في بعض وإحمد حلمي أحمد حلمي طبعاً ده الدماغ ده طبعاً أنا بحب دور حدودك بالحجم العائلي وده مع أحمد حلمي؟ صح؟ لا لا بحجم العائلي مع دكتور ريحي الفخراني على جثتي كان مع أحمد حلمي وفيه مع هاني رمزي فيه مشهور قوي الفيلم بتاع غابي منه فيه ده ليه مشهد عملته معاه ده كان يعني بينزل كل وبنك الحظ قريب برضه هم كلهم لطاف وعلى المستوى الشخصة ما بنقد مع بعضه ونتكلم بتا عندهم يعني عندهم رغبة وعندهم أمل برضه يعني مثلاً بأمود فعل ربيع حمه جد أحمد المرغاني مثلاً فيه طالع جديد كمان يعني الجل ده كله أنا حبه أنا مش هتكلم على الشيكو الشام ماجد دول حبايب وبرد اه دول ايه موضوع شخصية درامية بتشتم شخصية درامية ده فين الشيكو الشام ماجد كانت شيكو أحد فيهم بي طول الوقت بقولك باسم الشخصية اسمه مالت إيه اللي حصل في الكواليس طبع احنا كنا بنموت بتضحك لأنه هو الشخصية اللي أنا بعملها هو راجل أجوف وعاوز يكسب فلوس من أي حتة من الهوى وبيدمرهم يعني بيخسروا بيخسر أنا بخسر وسيم دايماً وبقترح اقتراحات كلها فشلة فقال دايماً عشان يسكدني قولي بس بقى بس قولي ده انت مالت فانتاشرة حكاية بس وني المالت جيه أحسن معنا كمان إن الكواليس كانت كانت حلوة قوي لأنه أنت كنت ترتاجلوا معه صحب تتجاول الارتجال مش دايماً وسمعت مش دايماً طبعاً بس يعني في بينكو حال التفاعل الخاص وسمعنا إنه كمان المالت اللي كنت بتتصوروا فيها كنت بتبقى فيها حالات يعني مص الجديدة سمعت أنت وقفتوا مرة الدنيا وفي مص الجديدة شارع كامل بسبب محمد سارون لأنه قال لي تعالى هنروحنا غير الهدوم فقال لي اركب معاي وقال لي حركب الميكروباس ده فنط في الميكروباس مكان السواق اللي حيوصلنا وركبنا الناس كلها وابتدى يمشي قولوا كيه شلوا كيه شلوا كيه شلوا كيه شلوا كيه خلى شارع في مص الجديدة كله بتفرج علينا والولاد نطه من على موتسيكله قدام الميكروباس عشان يخشوا بوسوا محمد سارون ويستوروا معا شيكو ده حكاية وهشام وسارون يعني أنا فاكر له وقع معايا احنا كنا بتصور في الفيون في يوم في مطعم قديني تلج بالموت بقينا دواقف مش عارفين نتكلم من الساقة فغلت ساروت فاحنا تحكنا أنا ما بدحك ما بيبانش علاقة وانا بدحك بوضت وشي كده ودر الدحك فقال الوسيد معتز قال له ساروت مش معقول بها عايزين نخلص عايزين نروح بطل دي حكي بقى قال له في ايه مع عم السالم بيضحك هو كمان هو علي ومشعرف يقول عم السالم نسي ليه مش طالع منه واشتغلنا فترة طويلة على حكاية عم السالم أستاذنا حضرنا أستاذ سامي مغوري الفنان الكبير فعش نشبع منك ولكن بنشكورك قوي قوي أنا اللي مشكورك على زيارة حلوة للتاسعة وحنا عارفين أنه هتتسبنا وتطلع على تصوير كمان إن شاء الله سننا أعمال حلوة كمان كثير في العمل القادم ايه؟ العمل القادم الحرير المخملي تأليف الكاتب أمي مع الزي الدين وبطولة الفنان الكبير مصطفى فاهمي وأحمد وفي أمها بعوف وهلا فاخر وزينا وداليا مصطفى دول اللي أنا فاكرهم بلاتها لشي محدش يزعل مني بس دا كي بعد رمضان أو في الموسم الموسم كل التوفيق لحضرتك نواتنا مبسوط أن أنا بشوفك إنه هادة بنبقى لنا كتير فعلا دا احنا جمعنا الشم صدقني يا أستاذ سامي عشو الحطرة ما تقبلنيش هلوض نبعت لك رسائل مع حسين أشكركم جدا 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 شكرا أستاذ سامي مغوري وبعد الفاصل هنكمل حلقتنا النهاردة وعن القضية اللي في الحقيقة هي مؤلقة ومخيفة ومرعبة استخدامات التيكتاك في تحديات بتودي بحيات بعض الشباب بعد الفاصل اشتركوا في القناة